من أهم القصور الصحراوية والمعالم الأثرية في المملكة الأردنية هو قصر الحرانة أو الخرانة الذي يبعد عن العاصمة عمان قرابة 60 كيلو محاذاة الطريق الدولي المؤدي إلى الأزرق شيد هذا البناء نهاية القرن الأول هجري الذي يوافق بداية القرن الثامن الميلادي في عهد الخلافة الأموية قيل في عهد الوليد بن عبد الملك وقيل في عهد غيره من الخلافة الأمويين سبب تشييد هذا القصر ليكون استراحة للقوافر التجارية ومحطة للمسافرين والحجاج فيقع القصر على طريق الحج الشامي وقيل أيضا محطة للأمراء إذا جاءوا هذه الديار للصيد أو لسماع شكاوى السكان فالقصر لم يكن قلعة عسكرية أو لأسباب حربية القصر مربع شكل طول ضلعة 35 متر يزين أطرافه أبراج مستديرة وله بوابة دخول وحيدة يتكون البناء من طابقين وبه درجين للصعود وفيه غرف كثيرة وفي الدور العلوي يوجد غرفة بها كتابات كوفية وآيات قرآنية شيد هذا البناء بطريقة هندسية رائعة أقواس وعقود وقباب وبه فتحات للإنارة والتهوية وفي الوسط ساحة مركزية بها خزان لجمع مياه الأمطار يعد هذا البناء أقدم خان معروف في العهد الإسلامي ترجمة نانسي قنقر